والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنبدأ إن شاء الله قرأة صفحة النهار دور دي اليوم سورة البقرة صفحة 18 الآية 113 من أول وقالة اليهود وده أول قول لليهود هتجي لي وقالة اليهود في سورة البقرة وهتيجي في سورة المائدة وهتيجي في سورة التوبة فدي أول قول من أقوال اليهود على فكرة هتيجي في سورة المائدة مرتين طيب نبدأ من أول وقالة اليهود مش هاي فأقول وقالة تل تل لا وقالة اليهود بسي تا مكسورة ده ايه تا مكسورة فالكسرة دي الكسرة دي تازم لما أحققها أقول وقالة تل وقالة تل وقالة تل اليهود ليست النصار برضو ليست النصار ليست النصار فالشيء ما يفعش أقول ليست النصار ليست تي تي لا تا كسرتي تا كسرتي تا كسرتي طيب وقالة تن نصار يبقى وقالة اليهود تل حقق كسر التا وهنا وقالة تن نصار وخلي بالي من كلمة تن نصار أو النصار مش هتبقى مفخمة النون النون مرققة الن الن النصار الن النصار الن ليست اليهود وهم يتلون وهم يتلون الكتاب وهم يتلون خلي باليك من يتلون زي واتبعوا ما تتلو يتلون الخطأ في كلمة يتلون دي نتائل سكنة عامة الناس بيقرؤوها حتى والله فيه قراء بيقرؤوها يتلون يتل يتل طلعوا نتائل سكنة من طرف اللسان من حفة اللسان من حفة اللسان أتل كده لا هي يت لأن التأ مخرجها من طرف اللسان يت 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 زي ما تقولي أت 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 يت تت يبقى حتى تقولي يتل يتل لا يتلون يتلون لا يتلون الكتاب يحكموا بينهم يوم القيامة كلمة يوم القيامة خطأ الناس فيها أنهم يقولوا يوم القيامة يوم القيامة يوم القيامة لا يوم القي يوم القيامة فيما كانوا فيها يخطفون ومن أظلم أظلم لا خطأ من الأول كده لازم تعرفي أن فيه ثلاث حروف ثلاث أحرف في القرآن هو حرف الض حرف الض وحرف الزل وحرف الزل أو الزل هي إذن هي زي الدل وعليها نقطة وظا اللي هي زي الطه وعليها نقطة خلاص كده هوت والثا حرف الثا اللي هي حرف الث التلات حروف دول اسمهم حروف لاثوية اسمهم حروف ايه لاثوية يوم الث والض اسمهم ايه اسمهم حروف لاثوية لاثوية يعني قريبين من اللاثة بطلع فيهم طرف ساني مع اطراف الثناية العلية عرف السناية العلية اللي هي ايه ان شاء الله بعد كده هبقى اجيب لكم فك سنان ووريكم الاسنان بالضبط اقول لكم ايه اسميهم او السنتين اللي فوق دول عفا السنتين اللي بتقول الارنب دول اللي بيتكل بيهم الجزر بتقول الارنب دول اسمهم ايه الاسنان الطرف الاسنان او الثناية العليا اسمهم الثناية العليا بطلع بقى بحط طرف طرف لساني مع طرف الثناية العليا وانا بقول حروف الذال والضاء والثاء يبقى ومن أظلمه إحنا اتفقنا أن اللام كلها مرققة مع دلام لفظ الجلالة اتفقنا أن اللام كلها مرققة مع دلام لفظ الجلالة يبقى ومن أظلم ولا أظلمه أظلمه خلي بالك إحنا بنقرأ الكرآن برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطوية عشان محدش يقول لأ ما فيه قراءة تانية بنسمع الحصر يقول ومن أظلمه 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 لأ ومن أظلا أظلمه يبقى عشان تعافي أن تبتكرأي برواية إيه أن يذكر فيها يذكر مش يذكر كار لأ قال يذكر لأ قلنا هنطلع لسلنا في فظال يبقى يا ضم يا يا ضم يا يا ضم يو معلش يا ضم يو يا ضم يو يا ضم يو والذال مرققة تبقى يذك 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 فيها اسمه وسع ولله المشرق ينفع أقول كلمة المشرق الما الما والمغرب والمغرب إن الله واسع عليم دي وحدة في القرآن يعني القرآن كله هتلاقي والله واسع عليم والله واسع عليم دي وحيد بيجيب لك إن الله واسع عليم إن الله واسع عليم أهي إنه اسمها وخبرها إنه اسمها وخبرها طيب وقالوا 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 اتخذ اتخذ ما حدش يقول لي وقالوا اتخذ 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 ولا اتخذ وقالوا اتخذ لا وقالوا اتخذ لا وقالوا اتخذ وقالوا اتخذ وقالوا اتخذ بديع السماوات هنا الخطأ العام هنا هو فيها هو التشكيل السماوات والأرض يعني معظم البقرة يقول إيه بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض لا بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا أمرا بالأ لا ألا يبقى الهمزة مرقاقة والمين مرقاقة بس هي المخخمة يبقى وإذا قضى أمرا وإذا قضى أمرا وإذا قضى أمرا فإنما يقول له هنا بأخر حاجة معنا قد بينا الآيات قد بينا الآيات ما حاجة يقول لي تي اتفقنا قبل كده قلنا تي بلاش تي دي تي دي في الحكاية اللي برا أنت بتكريم مع واحدة صاحبتك كل حاجة تقول لها أوه أنت جبتي أنت وديتي أنت حطيتي لكن في الكرآن تي والنازعاتي مش والنازعاتي والمرسلاتي ما حاجة يقول لي والمرسلاتي قد بينا الآياتي ما حاجة يقول لي قد بينا الآياتي إن أرسلناك بالحقي هالحق مرققة والقف مكسورة تبقى بالحقي ما حاجة يقول لي بالحقي ويقلب بالقف دي كاف تبقى كأنه بالحق بيحك ولا حاجة جسمه بيحك طوبة بيحك أي حاجة المهم إيه بالحقي بشيرا لا بشيرا ونذيرا ما حاجة يقول بشيرا ونذيرا لا بشيرا الرأم مفخمة بشيرا ونذيرا ولا تسألوا عن أصحاب أصحاب ينفع أصحابي الجعين ينفع أصحاب لا ولا تسألوا عن أصحابي عن أصحابي طيب يلا بينا نبدأ القراءة مع الاعتذار لحشراجة الصوت معلش يعني فيه احتقال في الحلق فأسأل الله عز وجل يعافينا ويعافي كل مريض يا رب ويشفينا ويشفيكم أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها كلمة وسعى في خرابها وسعى من السعي إنه يسعى في خراب المساجد ولا يذب الله وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لو لا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم أحسنتم بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وأعتذر مرة أخرى ومرة تانية لسوء السوت فجزاكم الله خيرا وسأل الله عز وجل أن يشفينا ويشفيكم ويعفيكم ويرفع عنا وعنكم كل مكروه وسوء وأن يعيدنا وإياكم من شر كل وباء وبلاء وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته